يدق رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية ناقص الخطر ويعلن قبل أيام أن لروسيا حشوداً تزيد عن 92 ألف جندي قرب الحدود الأوكرانية وإنها تستعد لهجوم بحلول نهاية يناير أو بداية فبراير المقبلين يتنام العداء أمس الجمعة أكثر بين موسكو وكييف عندما يؤكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن مجموعة من الروس والأوكرانيين خططوا لمحاولة انقلاب ضده تخيم حالة من التوجس على الاتحاد الأوروبي والنيتو حيال التحركات الروسية العسكرية قرب الحدود الأوكرانية فيسارعان لتحذير موسكو من مغبة غزو جارتها الجنوبية وضم منطقة دومباس مساعدة وزير الخارجي الأمريكي لشهون أوروبا وأوراسيا كارين دونفريد قالت الجمعة إن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بكيفية الرد على الحشود العسكرية الروسية وعلى خطى واشنطن يعلن قائد القوات البرية البريطانية الفريق رارف فوديس بأن بلاده تخطط لإرسال عدة مئات من المعدات العسكرية إلى ألمانيا لاستخدامها في حال نشوب حرب مع روسيا الأمين العام للنيتو هو الآخر لم يتردد في تهديد روسيا بعواقب وخيمة في حال أقدمت على غزو أوكرانيا القلق الغربي يصفه الكريملان بأنه مجرد هستيريا نافيا أي نية للقتال لدى موسكو وأن التعزيزات هي رد على النشاط المتنامي للحلف الأطلسي على الحدود الأوكرانية يسارع مهدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي نارشكين هو أيضا إلى طمأنة خصومه الغربيين بالقول إن موسكو لا تنوي غزو أوكرانيا كما تدعي واشنطن على الأرض تجري الولايات المتحدة مناورات في البحر الأسود كإشارة على دعم أوكرانيا تعتبرها موسكو سيفزازا لها فترد بتدريبات عسكرية في البحر الأسود إلى الجنوب من أوكرانيا ندر حرب هي إذن عنوانها دومباس الخاضعة للانفصاليين التي يتوجس الغرب من أن الرئيس الروسي يسعى لضمها كما فعل سابقا مع جزيرة القرم في 2014